بالنسبة للتحديات التي يواجهها الوفد العربي الإسلامي تتمثل أساساً فيما يلي أولاً أن هناك رفض إسرائيلي لأي تسوية عادلة ودائمة سياسية للقضية الفلسطينية والرغبة في الاحتفاظ بكامل الأراضي الفلسطينية وفرض الاحتلال والهيمنة على الشعب الفلسطيني ثانياً يكمن في إنعدام العدالة في الموقف الأمريكي وهو من أهم وسائل الضغوط الخارجية على إسرائيل أما التحدي الثالث فيكمن بضعف تأثير القوى الدولية الكبرى المعارضة لأمريكا وهي روسيا والصين كذلك ضعف مواقف الدول الغربية الكبرى الأخرى بريطانيا فرنسا إلى حد ما بالرغم من التغير في موقفها مؤخراً وتبعيتها للموقف الأمريكي إلى درجة معينة كذلك انعدام تأثير قوى أخرى كألمانيا واليابان وبعض الدول أخرى النقطة الرابعة والمهمة يكمن في ضعف الموقف العربي عموماً الشمودي فيما يتعلق بمهمة النجنة العربية تكمن في تحقيق هدفين أساسيين الأول هو التعامل مع الأزمة الراهنة وتحقيق وقف إطلاق النار ومنع احتلال غزة أو تقسيم أراضيها أو تغيير جغرافيتها السكانية وضمان إنهاء الحصار والثاني هو التعامل مع جذور الصراع وإيجاد تسوية سياسية عادلة وضمان تأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة على أراضي ما قبل عدوان عام 1967 جولة اللجنة تمثل البيت العربي والإسلامي ولا تمثل دولة واحدة بعينها ومطالب اللجنة هي مطالب تمثل قاعدة واسعة من الدول والشعوب في دائرة المجتمع الدولي التي ترفض استمرار الوضع الراهن بعد سبعون عاماً من الصراع تسلسل الزيارات حدفه تأكيد وضمان تأييد الدول التي عارضت علناً السلوك الإسرائيلي على جميع المستويات الرسمية والشعبية وبعدها الذهاب إلى الدول التي أثبتت وجود انقسام بين الموقف الرسمي الداعم لإسرائيل والموقف الشعبي الداعم للشعب الفلسطيني الولايات المتحدة لها أهمية خاصة لكونها القوة التي يمكن أن تؤثر على الموقف الإسرائيلي لذا يجب حجد التأييد الدولي قبل مواجهة الموقف الأمريكي جولة اللجنة تتمتع بغطاء الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وهو أمر مهم لتأكيد طبيعة المهمة بكونها تمثل جميع الدول العربية وتعكس وحدة الموقف العربي المشترك